عملت إيه أفلام مع حسين؟ عملنا كابوريا وعملنا بعدها بس بعشر سنين عملنا أشاكوت فروكسي وعملت مع حسين برضو فيلمين تانيين بس مش انتاجنا دول انتاجنا أشاكوت فروكسي وكابوريا فيلم اسمه التعبين كان مع سمير صبري وعد الأدهم وحسين ومشتغلتيش معه بقى أولا ما جبكيش أبدا في برامج لا ما في برنامج واحد لا برنامجين البجامة آخر واحد بالبيجامة اسمه البرنامج تلعتها في حلقة والعفاريت عفاريت حسين العفاريت ده انت عملت في العفاريت حلقة؟ أه وكانت كذبة أولا؟ كانت نص 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 أصلي كانت بيبان عليكم ان انتوا بتفشروا بنكذبها لا بوسي القصة بتاعتي دي كان نصها احنا حضرناها انا وحسين مع بعض فعلا بس كملنا بحاجات درامية بقى تانية يعني بس الحقيقة ان احنا فعلا حضرنا الحكاية اللي انا كنت بحكيها دي انا حضرتها فعلا معا بس بقى بقيت يعني فيها نص ونص كده طب انت اكيد عندك ميموريز ذكريات من كابوريا طبعا لان اه قوليلي بقى من وجهة نظرك انت كابوريا اولا حسين كان يقول حبيبي كان يقول زعق لنا في نبي يعني لا الظروف بتاعته يعني اولا ما كانش معنا فلوس حسين كان معا 2000 جنيه تكلمك بجد وعايزين ننتج بقى فجاله وعصام شماع قاعد كده ولأ خيري بشارع قاعدين اتقابلوا بين لكلوش دور حي كده هو قاعدين صارانين ولا بتاع فعصام قال له انا عندي فيلم قال له اه انا عايز انتك فيلم كده بالزبط وخيري اه خيري يعمله وبتاعه قاعدوا يتكلمه الفيلم كان حاجة تانية خالص موضوع تاني خالص غير اللي طلع على الشاشة ده فحسين قال له ده يعني تقليدي وما بتاعه وحسين حط فيه بقى دماغه طبعا انت عارفة كان دماغ حسين كانت عاملة ازاي هو بقى اللي عمل هو اللي عمل كابور يعني طبعا عصام كتب كويس قوي وخير عمل يعني كله بس الحكاية كلها حسين وما كانتش بقولك معانا ألفين جنيه قده ده ده الألف جنيه وده ألف جنيه وعلى الله كده ماناش فلس ننتج والله يعني وبقى تده يعمل بقى اللي هو نديه وبقى توزيع توزيعه وبتاعه والتكلم على الله كده والفيلم نجحه احد احسن احسن فيلم احد نجايزة جامدة جدا ايوة طب بس نجاح رهيب جيبتو أحمد زكي ازاي؟ كده بالمحبة كده في البيت عندنا وجي أحمد تعمل البتاع وقعد حكاله اه عجبوا قوي طبعا البتاع والحلقة والحاجات دي ده دماغ حسين طبعا عجبت أحمد زكي قوي لأن هو كان يحب قوي الحاجات دي وكلنا عجبنا في الفيلم قوي وجيبنا الملكمين دول كلهم أصحابنا كانوا قول مرة يمثلوا محمد لطفي ان شاء الله بقى نجمي النهاردة كان أول تمثيل وكان فيه أعتقد اسمه سامي أو محمد سامي حيات بس ده لمثلتش تاني العريض ده تمثور سنان ده كان صاحبنا مراته كانت صاحبتي وحسين عجب قوي قاله تيجين بس كان بيلعب جلة أساساً ملوش في البوكس ولا أي حاجة كان جميل وكل المجميع دول أصحابنا والنادي كذير كل المجميع اللي طالعت في الفيلم دولا مش مجميع مش ممثلين دولا صاحبنا كلهم جوا ممثلوا في الفيلم وكان رائع كانت الفترة دي اختيارك إنك تعادي للولاد يعني كان عندك قدرة أنا عمري ما فكرت أعود ولا عمري قعد ولا عمري قررت أن أنا أعود أو معود أنا كي يجيلي شغل كويس أشتغل لو أجيليش ما بيستغلش زي كل الناس طبعاً يعني الناس تشتغل كده كلها لكن أنا عمري ما قلت هاعد ولا مش هاعد أنا كنت ماشطة وبلانة يعني بأعمل كل الحاجات وربي العيال وروح المسرح يعني كان عندك قدرة عندي مسرح تقايا المسرح وبأخيات هدوني وبأعمل كل حاجة كل كله وبأطبخ وبأخسل وكل كله مش قوي ما تنصو بيش علينا في موضوع طبعاً يا سين طبعاً أه أقولك إيه يعني أليعني أليعني أه تخونك الكوارع أو شرمة الكوارع طبعاً معلش يعني طبعاً ترجمة نانسياتي